اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اهلا بكم الجديد نتحدث في بداية هذه الحلقة عزا مشاهدين حول الوضاع في محافظة البصرة يعني المظاهرات لم تكن تهدأ في المحافظة حتى بدأ ناشطون باطلاق وسموا على تويتر بعنوان راجعيكم والاعداد لحراك سياسي شعبي صاخط على تشكيلة حكومة عادل عبد المهدي واعتبروا بانها حكومة همشت محافظة البصرة التي لم تنل اي منصب وزاري ولا يبدو ان البصرة يعني كما يقولون المغردون والناشطون هناك بان البصرة لن ترضخ هذه المرة لارادة الحكومة بسهولة اذا ان الحراك الذي يعني خطأ اولى خطواته مختلف عن السابق من خلال التنسيق بين النواب والمسؤولين والاهالي ما يضع حكومة عبد المهدي امام مواجهة قد تكون غير محسوبة العواقب مراقبون يرون بان عبد المهدي وضع نفسه في مواجهة مع البصرة وشككوا في قدرة رئيس الحكومة على ايجاد حلول لتلافئة الازمة المقبلة في البصرة في ظل توحد القوى السياسية في المحافظة مع الاهالي ضد حكومتها نائب عن تحالف سائرون من محافظة البصرة تحدث بان حكومة عبد المهدي هي حكومة مخيبة للامال وخصوصا لأهالي محافظة البصرة تبرى بان عبد المهدي تجاهل المحافظة بشكل تام ولم يراعي أهالي المحافظة الذين عانوا على مدى سنوات طويلة من عدم الإنصاف ولم يعين أي وزير من هذه المحافظة على الرغم من أهميتها الاقتصادية للبلاد من خلال الموانئ ومن خلال تصدير النفط الذي يعد من أساسيات موارد الدولة العراقية النائب أشار الى ان تهميش عادل عبد المهدي لمحافظة البصرة وحد الكتل السياسية في المحافظة على الرغم من اختلاف توجهتها وبدأت مرحلة جمع ملفات الفساد على وزراء عبد المهدي أكد بأن غالبية وزراء عادل عبد المهدي معروفون لدينا وهم متورطون بملفات فساد كبيرة خلال الفترة السابقة خصوصا الذين شغلوا مناصب مهمة في الدولة أشار في أننا كنواب عن محافظة البصرة سنقدم خلال الفترة المقبلة ملفات الفساد ونسحب الثقة عن وزراء عبد المهدي المتورطين بالفساد راهن على قدرة نواب المحافظة على ما وصفها بتطهير هذه الحكومة من الفاسدين وأشار إلى أن الأهالي أيضا سيبدأون حراكا جديدا من التظاهرات الشعبية الصاخطة ضد تهميش المحافظة وستكون هذه التظاهرات عقب انتهاء مراسم الزيارة الأربعين وسنكون كنواب كما قال داعمين لهذه التظاهرات ومشاركين فيها شدد على أن عادل عبد المهدي اختار لنفسه طريق المواجهة مع محافظة البصرة واستفزازها بشكل متعمد الأمر الذي سيفقده الكثير حكومة عادل عبد المهدي لم تضم وهي التي حصلت على ثقة 220 نائب من مجموعة 329 نائب على أي وزير لم تضم أي وزير من محافظة البصرة التي كانت تطمح وتتطلع بالحصول على وزارة النفط ما تسبب باستفزاز المحافظة ويعني أعاد المطالبات إلى إعلانها إقليما النائب عن المحافظة الزهرة البجاري قالت بأن إعلان محافظة البصرة إقليما كما تقول هو الحل الوحيد لأزماتها أضافت في تصريح صحفي بأن الحل الوحيد لانتشال محافظة البصرة من محنتها هو إقامة إقليم البصرة وإنها أزمة الخدمات والتهميش الذي حصل ضد البصرة في التشكيلة الحكومية الجديدة وأكدت بأن 70% من مؤسسات النقيل والنفط تقع في البصرة فضل عن أنها تعاني من سوء الخدمات والتقصير والتجاهل ويعني كذلك النائب عن البصرة خلف عبدالصمد طرح تعين نائب لرئيس الوزراء لشؤون محافظة البصرة وقال في بيان صحفي بأن الإجحاف واللا مبالاة كما وصفها باستحقاق البصرة في التشكيلة الوزارية الجديدة يعني أنتجت حالة من الغضب والانتعاض الشديد لدى الشارع البصري وشدد على أن السبيل لمعالجة هذه الأزمة هو تعين نائب لرئيس الوزراء خاصة لشؤون البصرة وإسناد وزارات أخرى إلى أبناء المحافظة وأكد بأن البصرة زاخرة بالشخصيات القادرة على إدارة هذا هذا الموقع لما تمتلكه منطاقات علمية وتخصصية قادرة على النهو بالمحافظة ودعى عبدالصمد الرئاسات الثلاث إلى إنصاف البصرة في التشكيلة الوزارية الجديدة وأوضح بأنها تشكل مصدر اقتصاد العراق وتطفو على بحر من النفط وتعاني في الوقت ذاته من أوضاع خدمية وبيئية ومأساوية إذن البصرة من ناحية النشاطاء والمتظاهرين هناك يطلقون وسم راجعي لكم ويهددون حكومة عادل عبد المهدي بالرجوع بتظاهرات أقوى من السابق بعد انتهاء زيارة الأربعين لأن حكومة حيدر العبادي لم تفي بأي التزامات نتذكر أنه قبل أكثر من شهرين عندما ذهب حيدر العبادي ووعد أهالي البصرة بتوفير عشر تالاف درجة وظيفية وبصرف حوالي ثلاث مليارات دولار للبصرة وخلال فترة قصيرة سوف يتم ضخ المياه الصالحة للشرب وتوفير الخدمات لم يجد أهالي البصرة أي من هذه الوعود قد نفذ على الأرض اليوم صحيفة الشرق الأوسط تحدثت بأن هناك صراع سياسي جديد يدور في البرلمان حول مناصب نواب رئيس الجمهوري أوضحت الصحيفة بأن الأحزاب الشيعية متفقة على تولي زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي للمنصب من جديد مع العلم أنه تم إعلان أنه قد أحيل على التقاعد نوري المالكي وعسامة نوجيفي وإياد علاوي اليوم هناك حديث على عودته كنائب لرئيس الجمهورية تختلف الأحزاب السنية بحسب صحيفة الشرق الأوسط على الشخصية التي ستتولى المنصب في حال الاتفاق على اختيار نائب ثاني أو ثالث لرئيس الجمهورية النائب عن تحالف الفتح عدنان الأسدي قال بأن رئيس مجلس الوزراء عادر عبد المهدي خاضع تماما لكتلة سائرون التابعة لتيار الصدري هذا يدخل فيه يعني واضح في صراعات السياسية بين الكتلة السياسية داخل البرلمان يقول بأنه خاضع لكتلة سائرون التابعة لتيار الصدري أوضح النائب الأسدي بأن كتلة سائرون تحكمت بحركة عبد المهدي خلال جلسة البرلمان فتوقف عندما أشاروا له بالتوقف وعندما أشاروا له بالجلوس جلس بحسب قوله وشدد على ضرورة أن يكون عبد المهدي شخصية مستقلة وغير خاضعة للكتلة السياسية بما فيها الكتلة الأكبر معنا اتصال أبو علي من واسط تفضل أبو علي السلام عليكم أستاذ الحمد وعليكم السلام رحمة الله تهيئي لك وإلى كل العراقين وإلى حضرتك حياك الله بالنسبة لعادل عبد المهدي حقيقة هو اختار طريق يعني عذرا من هذه الكلمة بين قوسين إلى مزبلة التاريخ حالة حالة حزب الدعوة وذلك لأنه جاء بالمحاصصة لحكومة الجديدة ترى حكومتها لم تعبر من البرلمان إلا وهي قد خضع إلى تسويات محاصصة بين الأحزاب الحاكمة الآن لأنه لو أراد بكذوبة التكنقراط وأراد أن يكون شخص على الأقل ينهي تاريخه السياسي بشيء ممتاز كان اختار كل الوزراء مستقلين لكن الوزراء اللي عرضهم هو كلهم هم رشحوهم الأحزاب وقال لهم بالبداية أنه حتى ما تصير أو ما يهيض الشارع من جديد لازم أنطوني أسماء ما معروفة عاد وزير النفط الغربان يعني شنو سوى الغربان هل العقود صحح العقود اللي أبرمت في عهد الشهر الثاني وغيرها اللي كانت يعني بيع النفط العراقي بالمجان للعالم كذلك بالنسبة للنواب أهل البصر اللي يقولون والله ماكو أي شخص من أهل البصر بالحكومة أو وزير النفط ليس ماهل البصرة هي تحسين وضع المحافظات في العراق ليس بأنه يكون من كل محافظة شخص يعبر عنها أو أنه مثل ما يردون هو الأقليم واللي هو طبعا المكتوب الحبر السري أنه تقسيم العراق العراق لحد الآن لا أحزاب ولا شعب متفهمة لمعنى الأقليم بالمعنى الصحيح نعم الآن إيران تسعى للأقاليم من أجل تقسيم العراق أمريكا تسعى للأقاليم من أجل تقسيم العراق لكن يجب أن يطحروا أنفسهم وهم هذول النواب اللي يقولون إحنا الريد والريد ونحن هيض الشارع صدق لو أنه منطينهم عقود لأن الشعب البصري ما تظاهر بس على حكومة تظاهر على نواب أهل البصرة على مدلس محافظة البصرة إذا يرجون يشتغلون صدق يشتغلون إذا ما كان إلى الأحزاب شارت إيدها من المال العام الأحزاب هي اللي تحكم العراق هي فاسدة الشعب لا حول ولا قوة الشعب يظاهر من الجوع من الأمراض من الماء يعني هل معقول الآن نحن في القرن الحادي والعشرين ما قاعدين ننتج ماء يا أخي الكويت اللي بحار الخليج مالح عندهم الماء بالفاعل السعودية اللي ما عندها يعني ما عندها ما يحلو وإحنا عندنا أنهر يعني بس مجرد تحلية وتصفية لا أكثر ولا أقل مو تكرير أعفوا تقطير المياه يعني شيء هذا سهل جدا طيب المضخات الموجودة الآن في الموانئ واللي صالح تقريبا حوالي عشر سنوات من اللي حاسب اللي جابها بالنسبة للحكومة الذين يردون يقولون أن حكومة التقنقلات وحكومة عن تعبر الشعب تعبر عن الشعب لازم تحاكمون الفاسدين الأوائل مو الآن الحزب اللي ما إلى وزير بالحكومة وطبعا معنى الوزير هو ممثل للفساد حتى يجيب العقود وينطيها الحزبة حتى يمو الحزبة حتى يكبر مثل دولة القانون وغيرهم من الحزب واحد صار خمس أحزاب منين صار ما حتى حسب الأحزاب من أين لك هذا نعم طبعا مثل الحزب في الحكومة هو الحرامي هو السارق في الواجهة الرسمية اللي نقول إحنا هنحفظك من يطلع عليك فساد وإذا يعني سوري إنه إذا بقت بستر فأنت رح تمشي رح تكمل وزارة على الحكومات الجائية نعم هذا هو الشعب الشعب تقريبا لحد الآن ما يعني للأسف الشعب العراقي الذكي الشعب الصاحب الفقافات لحد الآن لا يعي ولا يفهم ماذا يحدث في الخالطة السياسة العراقية تجي الانتخابات إحنا راح نسوي الصدق وراح نسوي لكم نحط لكم وبالنهاية راح تنعاد نفس الأربع سنوات نفس محطات القطار الفساد اللي عشناها راح نجح نعيش من جديد الآن تقريبا حوالي هذا مستعش سنة وراح نقرب على الستعش وإحنا لحد الآن عراق لم يتقدم خطوة واحدة وإنما تراجع كل ما بني بزمن العهد البائد غدم نعم يعني حتى المدارس الجامعات الآن خرجين يعني مع احترام الشديد الخرجين البكالوريوس في العراق اليوم الآن ما صاروا يعني لديهم حتى يعني فهم وتعليم الدبلوم في الثمانينات ولا في التسعينات نعم ما يحدث الآن لم يحدث في زمن الحصار في العراق لك العراق كان محاصة العراق عاش على الحمطة والشعير الموجودة في العراق عاش على المياه الموجودة في العراق ما عندنا أحد يدافع عن مياهنا ما عندنا أحد يدافع عن سماءنا ما أحد عندنا يدافع حتى عن نفطنا اللي قاعدين يمبيع نعم عندما تاقد صفقة الآن ترى من حظ العراق أسعار النفط ارتفعك. لو ترجع سعال النفط للثلاثين أو ثلاثين دولار يعني ما راح نحصل شيء من النفط من برويل سوى أربع دولارات. لأن هناك فاسدين باعه والنفط بسعر بخص. هذا هو العراق اليوم للأسف مع الأحد. مع الأسف. أنا أشكرك أبو عليم الواسط كان معنا. معنا اتصال أبو زينب من النجف. أبو زينب يعني اليوم البصرة في الشارع البصري نوابنا البصرة يقول لك ليش إحنا يعني ما عدنا ولا وزارة بينما باقي المحافظات عدها وزير وزيرا. هو التساؤل إذا صار وزير من البصرة طبعا من حقهم أنهم يطالبون أنه يكون وزير من البصرة. لكن السؤال إذا صار وزير من البصرة أو من أي محافظة أخرى راح يخدم محافظته برأيك من خلال تجربتنا معهم خلال 15 سنة؟ السلام عليكم. وعليكم السلام رحمة الله. هي أولا الشغلة مو فقط للبصرة. نعم. البصرة تحصيل حاصل للفساد الحاصل بالعراق من 2003 إلى اليوم. ثانيا هي العملية أنه المبرمجة أم هذولة نفس الوجوه اللي يجونا من الخارج بعد 9 أربعة 2003. يوميا غيرون مواقعهم مثل بيارق مثل بيارق الشطرنج. هذولة أم مصنوعين بالخارج ومصرقين بالخارج وأكبر دليل اتعام الرئيس الأمريكي في حوالي الشهر قال طوله بشغلة رئيس الوزراء وانتخاب رئيس الوزراء وكذا قال هو احنا عدنا واحد مرشيحين وخلي انتخبوه في الظوارات ثانيا عدل عبد المهدي هو لم رشح ولم رشح شون يجون يخلو رئيس الوزراء لحد البقية على أي شيء ترشحه والناس على شنو راحوا وراحوا صادق الانتخاب وانتخبض بقال هاي المسحة أو الضحكة الكبرى اللي يضحك على الشعب العراق عدل عبد المهدي اللي مصير بكل شعوب الكبرى الارضية فعالوا عن طريق الانترنت مدني واتساب مدني ياهو ياهو اللي عجب يصير وزير هي شنو هي كيفية غير أكو مقاهيس محددة للوزير على أقل تقدير أن يكون حاصل على شهادة البكالوريوس على أقل تقدير أن يكون يعني عدة خلفية سياسية خلفية نغالية خلفية فنقول مستقل ما عنده كل شيء أتأكد من هذا الشخص وبعد يان جيراها امتصوا غضب الناس وطمعوها مرساني شنو كل من الحزب معين بحجة أنه شنو مستقل هي بقت نفس الوجوه وراح تنعاد نفس المعاسي من 2003 إلى الآن الحال بيد الشعب الحال بيد الشعب الشعب هو يطلع ممظاهرات أطلع ثورة عاربة ما أشعلها من الشمال الجنوب هو أطلع فأولا كلهم من كراسيهم لأن ما راح يسول أشيء يعني تصريح مسعود بارزاني يقول إذا ما ترجح للموازنة بال الأكراد 17% أحنا نعرض للعملية السياسية نعم يعني يعني أقليم يتحكم في بلد كامل ثانيا العراق أصلا من البلدان الصغيرة العراق لا يجوز أن يكون فيه أقاليم العراق مو قد أمريكا ولا قد كندا ولا قد موسيا العراق ما يصير بأقاليم واحد حول الكياه هذا أقليم أقليم شمال وهذا وسط وهذا جنوب وهذا بدل منه نعم طيبتوا شوف هاي العملية الخلطة اللي صارت كلها اللي سواها الاستكبار والاستعمار العالمي والفدركة الصواريونية كلها اللي قالوا يجب أن نجعل أكبر دولة عربية أصغر من دولة إسرائيل اللي حصلوا بيها من هذا التغيير كل اللي صار فيه تسعة أربعة عزين وكلا زوائل الآن واللي حصلوا مثل ما يقول اللقمة الكبرة ها نعم أو اللحمة الكبرة هي فقط الأكراد حصلوا لهم أقلين يعني حصلوا لهم دولة سواء رضينا أو لم ننفق ويلوحون في كل فترة بالانفصال وأحبب النسبة للنسبة للسواد العظم بالعراق الباطئ تلو أن كانوا سنة أو شيعة أو عربة أو تركمان أو غيرها كل شيء منهم حصلين نعم يعني مهزلة المهازم أما بإسم البصرة فكل شيء ما رح يسولها وعود كاذبة وامتصروا النقمة وقال لك لك لسه يجي البريد رح تخف المظاهرات باعتبار الكهرباء شوية تتحسن بالشي توهي ثانيا يا ناس ليش يحترك صارنا سبعين سنة يأتي أجيب شركات عالمية غلية تستثمر نعم مو وبذل ما يحترك هذا حولها إلى محطات للغاز السائل بعد المعالجة ولغاز للكهرباء وأبني محطات كهرباء وأبني محطات تحلية مو أوجد قطع رامع الناس أتكد الناس ناكسكنا والقبور وهذول بيحكي يقولوها الأمدى 30 و40 قصر نهبو الأملاك العامة نهبو الساحات العامة القطع الأراضي كلها خدوة نعم يعني صار الله من هذه المدرسة ساحة مالفرق قدم يأخذوها يحولوها إلى عمارة من حتى لهذا المسؤول ملك النشبيك نعم ماكو حساب لأن أمه دولة فوق القانون والمفروب الشعب أن يقول كرمته وشكرا شكرا أبو زينم بن نجف كان معنا معنا اتصال أمو عبد الله من بغداد أمو عبد الله تعيين وزير من البصرة شراح يخدم البصرة برأيك والله السؤال عيدة إذا ميسر رحمة السلام عليكم وعليكم السلام رحمة الله تعيين وزير من البصرة أو من أي محافظة شراح يصير للمحافظة يعني شراح يستطيع المحافظة للبصرة شلو المردود الإيجابي إنه عندما يعين وزير في حكومة عبد المهدي رح يقدر يسوي شيء البصرة يسويها ما يحلو قدمها خدمات كل شيء ما يسوون كل شيء ما يسوون أستاذ نعم كل شيء ما يسوون هو عبارة إنه نقلة الوزارة أو رئيس الوزراء أو تطويل القتلة الوزارية أشبه بالسادقة واحد يطيها للثاني نعم كل المنافع بإيديهم أستاذ أريد أجي إلى نقطة مهمة نعم وهو غافل الشعب العراقي عنها ولا حتى صدر قانون بها إنه البرلمان العراقي أصدر قانون يعني ذلخشي بيناتهم المشؤولين والأحزاز السياسية إنه على تكوين شركة مستقلة شركة النفط المستقلة الجديدة دي تي يعني هاي الشركة إنه كل يعني ما إلها أثر لأي شركة عراقية وطنية ديها نعم هذا كل عن طريق كل النفط تقوم بعملية استكشافها واستخراجها وتصديرها وبيعها بمؤسل عن الشركة الوطنية اللي موجودة وأرباحها وضاعوا الأسهم إلى رؤساء الكيانات والأحزاز السياسية وحتى أهل الأمان نعم وهذه كل هالأرباح تروح لهم هذا طبعا قرار أمريكي تقوم بعملية تنفيذ الحكومة العراقية يعني معناها أنتوا يا عراقين إسكتوا بعد ما لكم أي شغلة بالنفط ولا بسلوسه ولا بخدماته ولا بشي إحنا من نطلع ونقول إنه استحوا يا حكام أو استحوا يا وزراء يعني هذا شيء يفيد ما يفيد هذا إحنا اللي يفيدنا إنه لازم نقول كلمتنا الحقيقية وهي القضاء على هاي الشلة هاي الحكام والبعصاء الخضلان وكلهم خضلان أما قراروا إنه أمريكا جابتهم في سبيل تنفذ مطاليبهم وتقتل الشعب العراقي فأنت يا شعب أنتش تنتظرون إذا نهضت راح لأمريكا وإلى رؤساء الأشائر وإلى الأحزاب وإلى الغزراء والمتنفذين في المحافظات خاصة النجف وكربلاء والموصل وبغداد والأنبار والمتنفذين هم يمتلكون الصمالة يعني إحنا مقعدنا يعني ما كون فيك إحساس إنه يحبتنا إحنا كعراقيين يا ربي ما عروش أسيب والله ما أب أقول يعني إحنا وصلنا إلى هيت هاي مرحلة عزي أمريكا تخوف بأنه لمن تتخوف هم دلالة على خدالهم ليش كانوا يخافون من النظام السابق ليش كانوا يخافون من القدافية ليش كانوا يخافون من الحكام الأقوية لأنهم يقدرون يحترون إياهم فأنه والحكام السابقين أوجاب الحكام يسمعون كلمة الاستعمار وأمريكا وحتى ترتاح إسرائيل يعني إحنا عندنا جبن عندنا خدلان زين الشعب العراقي هو صاحب القوة وصاحب أو دول العربية صاحبين القوة صاحبين مكانه يعني أنا ليش ما أتفق هي موت وموت لو أعيش بكرامة لو أموت بكرامة يعني إلى متى هذا الوضع أنت يا عراقين كافعات كافعات لا يفيد مظاهرات ولا اعتصام ولا أي شيء كله أنا آقص زين عندنا النقطة وصدر طالع بالزيارة وديغنو وطلع البدر علينا من ثنايا النجس الله أكبر شبهت هذا الشخص اللي ما نفع العراقيين شبهت بالرسول صلى الله يوم وسلم حاسة للرسول أنه يشبه بهتناس الله أكبر نعم أنا شكرا جمع عبدالله من بغدركات معنا منتظر الكركوشي وهو ناشط من محافظة البصرة مرحبا بك معنا منتظر نفس التساؤل شراح ينفع البصرة إذا صار وزير من عدها فيما يخص وزير من محافظة البصرة نرجع شوية للحكومات نعم 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 السيد عادل عبد المهد عندما كان وزيرا للنظر في قرار على نعم الصوت دي قط أمتنى الأوراق هذا مستعدين لنكتشف يعني أتحدث عن التجارب السابقة نعم أسمعك أسمعك أسمعني أتحدث عن التجارب السابقة مع الحكومات مع الحكومات العراقية لماذا البصرة تطالب وزيرا فيما كان السيد وزير فوق وعادل عبد المهدي كان وزيرا جيوش من محافظة الناصرية من الشباب عينهم بالشركة النصرية الموجودة في البصرة على حساب فوق البصرة نعم بعدنا عندما ثاني أيضا همش البصرة البصرة ما حدث استحقاها ولو واحد ثمين بالمئة إلا عندما كان وزير بصري عندما جاء الجبار لأبي حدث تغيير نوع المهدي هناك مشاريع نطيق على مدى خمسين عام البصرة لم يبلط جاء ومنافع اجتماعية في المحافظة إلا عندما جاء وزير بصري لأنه أعرف وعرف بي من الدعوة ومن المجلس ومن الحكمة ومن الثياب وهو بصري أنا نعم منتظر أكو مشكلة بالصوت يعني لو تقدر تعاود الاتصال بين الصوت دي قطة ناب بدر الزياد في سياق الحديث عن محافظة البصرة تحدث بأن البصرة مدينة النفط والغاز والإنتاج مهمشة وأهلها يعيشون بلا مياه صالحة للشرب وأضاف بأن الشارع البصري مستاء بسبب عدم موجود من يمثلهم من البصرة في الحكومة الجديدة وشدد على أن البصريين يعدون لتظاهرات كبرى عقب انتهاء الزيارة الأربعينية وأن سقف مطالبهم سيرتفى مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم ترجمة نانسي قنقر أهلاً بكم مجرد عزيز مشاهدين عود الاتصال معنا منتظر من البصرة تفضل منتظر كم من كلامك السلام عليكم معكم السلام عليكم واضح سمعني الآن صوتك واضح سمعني نعم أسمعك واضح جيد يعني تحدثت بالبداية عن لماذا تطالب البصرة بوزير بصري نعم قبل أن تطالب ببصرة تطالب بكفاءة بصرية وليس بوزير بصرية ما نحترى بوزير بصرية لدينا كثير من الكفاءات هم أعرف مدينة هم أعرف باحتياجات المدينة نعم عندنا تجارف سابقة ويالحكومات السابقة ويالوزراء السابقة عندما كان السيد عادل عبد المهدي وزيراً للنفط شنو استفادت البصرة جاء بلنا شباب من محافظة الناصرية وعلى عين على رأسي بسع مو على حساب شباب البصرة بقطاعات مختلفة ويشتغلون باعة متجولين في استقاطعات ورغم أو مخريجين لماذا تأتي بشباب من محافظتك اليوم ما نقدر نخفي بأنه كل من يداري محافظته كل من يداري محافظته ما راح يفكر بيه الوزير إذا ما يكون من عده من مدينتي فكر بأهله وناسه المثال الآخر ذكرت لك مثال سابق عندما كان عادل عبد المهدي وزيراً للنفط عندما أتى جبار اللعب هو من محافظة البصرة وكفاة بالمحافظة البصرة البصرة لمست شيء من هذا الرجل يعني بغض النظر عن الاختلافات لمست شيء هناك كثير مشاريع 25 أكثر من 25 مشروع خدمي نفذت الوزارة النفط طيب 50 سنة نحن ما شايفينها ما ندر وزارة النفط وشتويت مشاريع فعل مسألة المنافع الاجتماعية ضغط على شركات طلع شغل أكو أيات عاملة اشتغلت فلذلك البصرة صار لها درج بأنه ابن مدينتها هو يباو على أكثر إحنا قبل أن نكون هو وزير بصري نقالب بكفاءة بصرية إذا كفاءة عراقية والدار البصرة هم على عينه وعلى راتي بس معقولة محافظة بحجم البصرة والكفاءات الموجودة وبالأمكانيات يعني غير قادرة على إدارة منصب وزاري يعني تحقل هذا الشي ما يخالف تعال نجيك للتعداد السكاني تعداد البصرة هذا السكاني وجيوش تدري كيف تقدموا على الاستمارة الإلكترونية بمنصب وزير من المحافظة البصرة عندنا كفاءات لا يستهام بها عندنا كفاءات جاية هاتف خارج العراق تدري يكون منظمات اجنبية حاليا تستقطب الكفاءات هسا أنا شاب أول ما يقل لي شنوي تتكلم لغة انجليزية ومهندس أو طيس وعدك شاهدات جاي تأخذهم منظمات ليش أنت ما جاي تستفاد من عدو ليش أنت ظل بهاي داع أنا شلي شلي بالوزير إذا كان منتع ومن المجلس من الحكمة من التايار هو من البصرة لا خير البي ما ريدني أنا ريدني كفاءة ومن ثم بصري لأنه الكفاءة البصرية جربناها وسبت نجاحها في محافظة البصرة فلذلك عندنا دار السابق يا عزيزي يعني البعض يعيب علينا بأنه ليش طالب حبيب استحقاقي هذه لا لا من الحقوق أنه الواحد يطالب بأنه يكون هناك شخص كفو يعرف بأحوال إن كان المحافظة أو أحوال العراق حتى يستطيع إدارة المزارة بشكل صحيح نعم نعم منتظر فضل لما تجيب لي وزير لا باتخذ نذكر عيما لما أنت تجيب لي وزير ونفط من محافظة أخرى من محافظات أخرى كثرة الآبار نفطية والشركة نفطية يا أخي من محافظة البصرة يعني ليش أنت تجيب واحد من بعيده هذا يدري المشاريع البصرة هذا يأخذ لسنة سنتين يلا يأخذ على الوضع في الشركة تدري أفسط مواطن بالبصرة الآن يعرف الحقوق النفطية يعرف الإنتاج يعرف شيء كل شيء يعرف ليش أنت كل الموانئ يا بي يا عدنا محافظة تطل على البحر عدنا منفذ بحر غير البصرة ليش أنت جيب لي واحد ما تفهم شنو البعض حتى ما مشتغل بالبحر عدت تجيب لي تخليه إلى وزير نقل راجعوا راجعوا جميع الوزراء راجعوا جميع الوزراء أنا تعدين رئيسويا راجعوا جميع الوزراء المسكة وزارة النقل وزارة النفط وشوفهم شوفهم شنو سوا شوفهم شنو سوا ومقارنة البصرة وعدين أعبر البصرة ليش طالبة بهذه نعم زيان منتظر منتظر نعم يعني أستغر وجودك معنا اليوم هناك يعني وسم تم إطلاقها من ناشطين في البصرة اسم راجعي لكم يهددون بتظاهرات قوية لأن الحكومة لم تقدم أي خدمات لا يعني سوت ميحلو للبصرة ولا عملة خدمات للبصرة ولا عينة شباب البصرة من الخريجين أريدك سؤال فينا على الوضع في البصرة هل هناك بالفعل نية حقيقية لعونة التظاهرات في البصرة نعم طبعا البصرة كثير ناس يعني كثير من السياسين والتيارات رطفت على جراح محافظة البصرة شلون نعم كل تظاهرة عفوية شعبية تظهر يركبوها الجماع كل شيء يبادر بين مواطن البصرة المخلص تجي يركبوها الآن البعض يطالب بتظاهرات وراجعين وماعرف شين المطالبة باستحق بصرة ليش نعم ما نخفي بأنه كثير من الأحزاب السياسية بالتشكيلة الحكومية الحالية رغم ما نراضي عليها لكن أفلسها خسرت هذه الجهة أرادت أن تركب موزة الاحتجاجات وغضب الشارع البصري وعدم وجود بصريين يعني وزراء بصريين أرادت أن تندمج مع الشارع البصري بخصوص هذا الموضوع وتخرج بتظاهرات وبالتالي إسقاط الحكومة عرقلت عمل الحكومة فهناك يعني عدم ربما يعني توحيز القراء فيما خل الرجوع إلى الشارع أمهم إعطاء فرصة لوزراء الحالين ومن ثم تظهر بانتفاضة كبرى وتظاهرة كبرى أعتقد بأن التظاهرات تعودنا عليها في جميع العراق تظاهراتنا موسمية تنطلق في الصيف وتنتهي في الشتاء على احتبار درجات الحرارة والكهرباء تستقر وما إلى ذلك بالأضافة إلى الحكومة الجديدة حتى عندما تخرج عادل عبد المهدي يقول لك ما دفعت لم أشهر في كرتي لحد الآن فبالتالي هناك الماضيق يعني كثير من التنسيقيات مع التوجه للتريف بخصوص هذا الموضوع ومن ثم العودة بعد أمن ربما بعد مئة يوم من الحكومة وبعد ستة أشهر ومن ثم الخروج وتظاهرات أما من يدعو لتظاهرات الآن في الوقت الحاضر ربما جهات سياتية أفلتت بحق نفسها أفلتت بالتشكيلة الوزارية سريد أن تدعو بالإضافة إلى هناك بعض أخذتهم العواطف وغضبهم على احتباره وقعوا أكثر من 20 شهيد وبالتالي نتيجة تهميش البطرة بهذه الطريقة لذلك ما بين هذا وذاك يبقى العقل هو يتحكم بهذا الأمر هو السريف بخصوص هذا الموضوع مثلما لنطلق فعل فترة معيها كأعطاء مهل ربما رئيس الوزراء رئيس الوزراء العام تم تجربته والبطرة الآن حقيقة يعني واقعا لا تتأمل به خير ولكن نصدر يعني على احتبار كان وزراء للنص وهمش البطرة وأعني هذه الكلمة زي المنتظر أكو تخوف من الميليشيات يعني هناك حدثت عمليات اغتيال عمليات اعتقال على يد هذه الميليشيات هذا التخوف ما زال كيف هو انتشار الميليشيات في البصرة هو ليس يعني نقدر نقول ميليشيات بهذا المفهوم يعني العرض من هي الميليشيات أستقدر أنت توضح لمنهم الميليشيات هناك فلا تنتشار السلاح أنا اليوم مواطن إذا أشير سأعثر ميليشياوي كل المحافظات موجودة هو تساعد السلاح خارج أطار الدولة تصبح سراجل غير مدني بالتحديد انتشار السلاح ما كل فيه محصور فيه معين اليوم رجل العشيرة يشيل السلاح الرجل المهدد يشيل السلاح التاجر يشيل السلاح العد كم فلس يشيل السلاح اللي ينشوي له هوية وبرجال أمن وطالع خارج إيجاد الفصائل اللي مرتبطة بأحزاب الفصائل المرتبطة بأحزاب نعم الآن هي تعمل ضمن أطار حكومة ضمن أطار القانون تقول لك أنا ضمن هايزة حيوانة قوعة حالي حال جهاز مكافحة الرهاب الشرطة الاستحادية ما تقدر تحاشيها ما تقدر تسميها أطول ميليشيات قانونك تم تصويتك عليه هي ضمن هيئة الحجد الشعبية تابعة إلى رأس الوزراء الشئية من شئته وعباء من عباء هذا من سين من هالنقطة نحن ندعو إلى حصر السلاح بيد الدولة أو بالتالي يتم تقليل ومن يحمل السلاح خارج الطهر هذا لا شخص مجرم السخوف الآن من انتشار السلاح يا عزيز ليس ميليشية وليس رجلة يعني فقط للتوضيح منتظر يعني تعريف كلمة ميليشية هو كل فصيل قائم خارج إطار الدولة اللي صار نعم اللي صار أنها هي أصلا موجودة مرتبطة بالأحزاب أكون بها أصلا متكونة من ثمانيات القرن الماضي وجدت من خارج العراق بعد العام 2003 فالتسوية مو هي الإشكالية التصرف هو الإشكالية اليوم عندما نطلق هذه التسمية بس إذا تسمح لي اليوم نحن نتكلم بصراحة هل هذا الفصيل المسلح إذا صدر أمر من رئيس الوزراء رح يسمع كلمة رئيس الوزراء لو يسمع القائد مالته والزعيم مالته نحن شفناها نحن شفناها الأولوية يسمع للزعيم والقائد فهذا بالتعريف بالتعريف الدولي وباللغة الإنجليزية كلمة ميليشية هو الفصيل المسلح خارج إطار الدولة نحن لا ندخل في هذه الإشكالية لا ندخل في هذه الإشكالية ما تتوقع في البصرة يوفر عادل عبد المهدي ما يحلو يسوي خدمات نعم أنا ذكرت لك بأنه خائبة الأمن لذلك تعود بس عقيم في ما يخص منه أنا أرجع للأزاس بأنه عندما تمت سويته اليوم أنا توقفه بالشارع يقول لك أنا هاي هاي الحاجة الشعبية هاته الوزراء نعم الموضوع أما في ما يخص الأوامر هذي هناك عقوبات عسكرية فيما لو عص الأوامر مثل ما لبيش مرقة محسوبة بأنها على الجيش العراق وعلى المنظومة العسكرية هي لا تخضع لي أوامر هذي الأمر موجود يعني حتى بعض الفصائل بجيش اللي يصال بالموصل هذي الأمر عسكرية البعض فهذي الأمر موجود في كل العراق ما نقدر نحصرها بالبصرة ما نقدر نحصرها بالبصرة لا لا أكيد طبعا في العراق بالضبط أعود بأنه أمنا بالسيد عادل عبد المهدي أعتقد إجماع الكتل السياسية على السيد عادل عبد المهدي هو خلي نقوله بمصلحنا مثل ما نقول إحنا بالبصرة على قزيزيهم ترى لا تتوقع حزب سياسي يخلي رجل قوي رئيس وزراء وبعدين يسيطر عليه تعتقد يعني يقبل هذا المنطق لأنه أنا أجيب شخص قوي وبعدين ناس فلذلك هو كان استفاقات سياسية بأنه أنا على قزيز اسمي نعم إيدي أنا أجيب أنه يمشي أموري هذا نقول أبرز المتشائمين أما أبرز المتفائلين لو بأنه حيزر العباء العفو عادل عبد المهدي أقصى شيء ممكن يسوي ممكن تمشية المشاريع اللي توقفت أما ذات كلي نقلة عمرانية كبيرة فلا أتأمل أنا على مستوى الشخصي نعم تحليلي للأمور ومراقبتي لأداء السياسي السيد عادل عبد المهدي ما أعتقد بأنه هذا الرجل قوي القارق اللي راح ينهي ظاهرة السلاح وراح ينهي صارت تحدي للبصرة الآن هو أول شيء الأمن ومن ثم الخدمات نعم أنا ما أقدر أشتغل إذا أنا موقف أنا استجاي حاشيك وأقف بشارع نعم تذكر أنا تلفت ما أعرف كل سيارة توقف هاي طبعا شعوب كل مواصن اللي هام بالبصرة ما تعرف تطبق عليك سيارة مثل شي لك ما تعرف هذا الرعب موجود بالفعل هو هذا اللي يتكلم عنه هذا اللي يتكلم عنه بالذلك إذا ما تفعل أنا شتوي بالشارع مبلط إذا أنا ما أقدر أمشي به إذا ما أقدر أقف به على ياشع ممكن أنا شتوي بدوام ووظيفة أنه تراتب دين وأنا طلقة من المتقل نعم بهذا المفهوم بهذا المفهوم إذا توفر الأمن توفره في التحدي الأبرس أمام حي يدر أمام مسيد عادل عبد المهدي أنه توفير الأمن للعراق لبصرة محاولة بصرة لنا العصب الاقتصادي وليس توفير الأمام فقط للشركات الأجنبية وتوفير اقتصاد العراق لأن اقتصاد العراق مو أهم من حياة موارد البصرة نعم عزيزي ومتظر نعم أنا أشكرك أشكرك وأسأل الله أني يحفظ أهل البصرة ويحفظ جميع العراقيين من البصرة أبو أحمد من البصرة تفضل أبو أحمد حبيبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أشكر الإذاعة حياة كلها تنهج بنهج العراقيين والداعي بحق الناس المظلومة والناس المحرومة حياة وأتمنى أنه الله سبحانه وتعالى يغير الحال من حال إلى حال آمين يا رب وناس تعبانة وناس تعبانة وإذا هذا الوزير إذا خلوا طبعا نفس العصابة ونفس الدول السياسيين نعم ما يتغير شيء أبدا والبصرة تبقى مظلومة ومحرومة الله وكيلك وأبسط الحقوق الإنسان ما بيها شبابتنا قاعدة بطالة وكنا شهادات عليا وحالتهم حالة زبينا لا من شوارع هاي المطرق غرقتنا دمرتنا وذولا ما تترجم من ورهم خير لأنه حكومة أصابات لا أكثر ولا أقل نعم أي والله زين نفس التساعد اليوم أكو مطالبة ليش البصرة وبالفعل وليش البصرة ما بيها وزير يعني معقولة كل هاي الكفاءات اللي موجودة بالبصرة يعني ما تأهل ولا واحد يكون وزير بيها بما أنها هي محاصصة هم الجماعة مسويها محاصصة مسويها محاصصة إن كانت طائفية أو كانت سياسية واليوم عدنا الخال وابن الأخذ قام يتعين هذا ابنه تفلان الطوزارة هذا قراب تفلان الطوزارة لماذا البصرة اليوم يقول لها احنا هم حقنا لماذا البصرة ما بيها وزير نعم نعم شنو رأيك انت بالموضوع سمح لي أتكلم تفضل تفضل طبعا والله يرأي بالموضوع ابن عمي لأنه هنا السياسيين لولا الأحزاب بقلة من نهل البصرة وياهم نعم ولهذا السبب جاءت الحرم البصرة من أبسط الحقوق مالتها والذولة بالنسبة وياهم بالحكومة السياسية هذولة من جماعتهم وربحهم طبعا نعم وما ينطول هذا المنصب إذا مو من قرائبهم ومن يخدمهم يخدم إيران ويخدم أمريكا فهذا هذا الشيء منتهيين من عنده البصرة تبقى محرومة لأبد لأبدين منها لوم من الله سبحانه وتعالى غير غير هذه الشيكولات يلا هذه الساعة البطرة يأتي أخر نعم نحن محرومين من أبسط الحقوق لحد الآن ابن عم نشرب ماء مالح يشهد الله لحد هذه الساعة لو تأتي يوميا سأتصوركم على هذا الرقم وأتزددكم الصور نعم ناس مأساة وشباب كلها قاعدة بطالة وحالة حالة زبينة البصرة يعني الموصل هسموت فلشة بيوتها والناس شردت وتهجولت والله البصرة بس قاعدين ببيوتها مجرد نعم لاكوا تعيينات ولاكوا شغل ومحاربينهم وأي إنسان متظاهر يطلع يرزدونه ويروحون عليه بالليل ويضربونه طفقه ويقتلوه نعم زي الشباب قليتوا بها الشباب رحت من عندنا كلهم عندهم شهادات عليا كلهم يداعون على أبصف الحقوق والله شنو أريد تعيين يا أخي بنا لك ما لك حرف تعيين يعني وانت روح العالم يعني شونا تعيش زي نعم فهذه البصرة محرومة من كل حقوقها من كل حقوقها محرومة أو تدري أنت هسا عادل عبد المهدي هسا النفط نص ناصرية وغس يجع عادل عبد المهدي هسا ريس وزراء طبعا الناصرية ما رح يفقى بها واحد عطال بطال أبدا نعم زي اللو لا أنا أشكرك أبو أحمد من البصرة كرم معنا معنا اتصال أبو ياسيم من بغداد فضل أبو ياسيم صحياتي إليك يا هنو سهلا بك أخي الكرام ما يراد لي أن يتبكير تقول راح يخلوا الوزير ما عرفت نقول البصرة نعم يعني أكو مطالبات أخي هم هؤلاء يقول لك ليش ماكو وزير من البصرة نعم و بنفس الوقت إذا صار وزير من البصرة أو غير محافظة هذا الوزير راح يخدم محافظته نعم نعم أخي هي من أساس هاي حكومة عندنا محتلة من 2003 إلى حد الآن رضي تخلونوا واحد وطني للصدق يخلون واحد وطني الوطني يتم قتل على إيد الميليشيات اللي هم خدم لإيران وأمريكا أخي هم هؤلاء أوراق مجموعين بكتاب الكتاب يحمل علوان تخريب العراق والله مع الهتف على العراقين يعني شوفها الكبرى والقدة وناشط يقول ها بل كي هذا راح يسير لي يا أخواني العراق معاقب من صار لك مصدع السنة هاي وحدة اثنين أخي هؤلاء الحكام الآن مو محبة بالعراق والعراقيين بجأة نحلي شوي مو محبة بالعراق والعراقيين من حاكم الرئيس قدام اكتين وباقي من رمود النظام السابق أخي حفظهم على ذات النظام لأن خرمهم من السرقات وتقسيم العراق وقتل العراقيين من كل الطوائف ومنحهم من دخول المخدرات والمدعى أخي هؤلاء أولاد الخميني من زمان متحيئين تهيئ سلبي للعراق لكي يوصلون العراق لهذا الحال بس الله سبحانه وتعالى خير ظنهم ويجددها ويسيطرون على نصر من العراق والعراقيين ابتددهم الشيطاني ما تدروا لأن العراق كان لحمة قوية وحكومة وحدة وطنية تعمل لصالح كل العراقيين من شمال إلى جنوبه واللي ذاتهم فشل هو نصر عام ثمانية وثمانين من أربنتهم أمريكا وإسرائيل لكي يسيطون على العراق باحتلال العراق يعني قبل لهم سيطرين علينا كانت تمت السيطرة على العراق والأمة العربية وهذا شاهدنا شكرا أبو ياسين ما الأسف والله انتهى وقت البرنامج وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة عزيزي المشاهدين شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله